قال ولي أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة صماء بكماء عمياء صماء يعني ما تسمع ما يقبل الكلام فيها ما يقبلون الناس النصيحة بكماء يعني ما تنطق بخير إنما تنطق بالشر نعم عمياء عمياء ما ترى الحق ما ترى الحق وتبصر الطريق الصحيح عمياء والعياب بالله صماء فتنة نعم هذه شديدة هذه فتنة شديدة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عنها ما ستكون بين المسلمين الرسول أخبرنا بهذا ما هو يبي يروعنا لا يبي يحذرنا يبي يحذرنا عند حصول هذه الأمور ماذا نعمل هذا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اللسان فيها كوقع السيف اللسان فيها كوقع السيف لسان حتي حرض الناس يرغب في الجهاد وهو في غير محله ويحث الناس على الدخول فيها وقتل بعضهم بعضا ما يقول لهم يا مسلمين كفوا أيديكم يا مسلمين انتهوا فيما بينكم أنتم إخوان أنتم ما يقول كذا يقول لا يقتلوا وقولوا والابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف ما مثل اللي قابله اللسان خطير جدا اللسان أشد من السير السير يمكن تقتل واحد اثنين لكن اللسان تقتل بهم نعم